صباحكم الله بالخير مشاهدينا من جديد أكيد الفنون متعددة ومتنوعة وأيضا العديد من الفنون الجميلة هي جزء لا يتجزأ من حياتنا وكل فنان أكيد يختار الفن المناسب له ويشكله بطريقتها أيضا الخاصة أيضا الحمدى ظهرت في الأوين الأخيرة العديد من الفنون الجميلة اللي بدأوا الأشخاص يستخدمونها في الرسم على الجدران وأيضا تعتبر جزء أو تدخل في أثاث المنزل وأيضا أحيانا الديكورات صحيح زينب إحنا أيام المدرسة حقيقة كان الفن مختلف بشكل كبير عن الفن اللي درسنا أيام الكلية فهذا يدل على أن الفن بطريقة جدا كبيرة يتطور مثل تطورنا في أي مجال ثاني في حتى التكنولوجيا مثل ما ذكرنا في بداية الحديث الآن نحن نستكمل حديثنا حول هذا الموضوع زينب مع ضيفتنا الموهوبة ناجية رمضان صباح الخير أو مساء الخير صباح النور ومساء الخير في البداية أستاذة نبنا نتكلم عن لما نقابل فنان وموهوب دائما ما نتساءل كيف اكتشف هذه الموهبة لأن مثل ما ذكرت في بداية حديثي رحنا درسنا في الإعلام الكثير من أنواع الفنون ولكن حقيقة ما كنا موهوبين فيها ولكن على طريقة التدريس فقط وأنه مثل ما نقول مساق دراسي فقط لكن كيف من الممكن أنت اكتشفت موهبتش في هذا الفن الجميل بالنسبة للفن أنا بحس أنه بيولد مع الواحد يعني من وقت ما هو بيكون صغير يعني من وقت ما أنا كنت صغيرة كنت مثلا أرسم أول شي على الورق بعد أن أرسم على الطاولات بعد أن صرت أرسم على الحيطان لحد ما أخلصت كل حيطان للبيت اللي عنا فقلت خلص لازم أتعلم فن جديد فجربت فنون تانية يعني هيك لو وصلت لفن الرزن أكيد ناجيا كل فنان يختار نوع من الفن أكيد يكون شغف أو حبي هذا الفن شو سبب اختيارش لفن الرزن بشكل يعني خاص وبشكل محدد أيضا أنا بالبداية بلشت بفن الأكريليك هو يعني شبيه لفن الرزن بس الفكرة أنه فن الأكريليك أول ما بتعمله القطعة أو اللوحة بتكون طالعة هيك بمنظر بريق وفي لمعان مثل الزجاج بس وقت تنشف بيروح هاي اللمعة فأنا كنت عم دور على مادة أنه أنا تخليلي نفس الشكل اللي أنا عملته تضل هيك لحتوصلت لفن الرزن بيعملك قطاع يعني مانا موجودة بأي مكان تاني وبتحافز على لونة يعني الأطول الفطرة أيضا في الستيدي هناك العديد من الفنون اللي موجودة عندنا لو منتكلم عن الفن اللي موجود على الطاولة أمامنا هو لأغراض مختلفة ولكن كلمينها غرض كل واحد منها هلا الرزن تحديدا مثلا اللي عم يعملوا فيه أعمال يدوية أو أعمال بالمنزل بيكونوا عم يعملوا مثلا الهدف أن تكون كوستيرات أو صواني تستخدم بالبيت هلا أنا بحب ركز مثلا على الطاولات على تكون هيك المساحة كبيرة ضغطي مساحة كبيرة أو اللوحات مثلا أكيد استاذة ناجي أكيد لكل فن أو لكل مهنة إيجابية وسلبية مهما كنا نحب فعلا نشغفين بهذا العمل أو بهذا الفن شو الإيجابيات وأيضا السلبيات في مجال عمل الرزن هلا أول شيء بالنسبة للسلبيات مادة الرزن مكلفة وتاني شيء هي ما نمتواجدة كثير بالإمارات لأنه هي بلشت بأمريكا بكندا وأكتر شيء كمان بالسعودية فأول شيء لازم تجيبيها أونلاين ثاني شيء أنه مو مثل الرسم على الورق أنه أنت فيك تاخدي وقتك تاخدي مثلا ساعة ساعتين ثلاثة لحتى تعدلي فيها بالرزن أنت معك 45 دقيقة وبعدها بالمادة بتبلش تتصلب فأنت معك 45 دقيقة تكوني خالصة شغلك ومعدل التعديلات الأخيرة وتستنيها لـ 24 ساعة لحتى تنشاف بالنسبة للإيجابيات أن أنت عم تعملي قطعة ما أنا موجودة بأي مكان تاني أصلا حتى لو حدا بدي يعملها مثلك ما هيقدر صحيح أيضا أستاذك أنت بتكلم في هذا الموضوع لأننا في الرسم العادي في فكرة التي هي محاولة تصحيح الأخطاء لو في خطأ من الممكن أن نصححها ببعض الألوان أو ممكن نرسم عليها رسمة ثانية لكن في هذا الفن أنت ذكرت أنه ينشف بطريقة جدا سريعة كيف من الممكن الفنان أنه يصحح الخطأ يستخدم الخطأ كشيء مثل ما نقول إيجابي في اللوحات اللي موجودة لنا للأسف بالرسم تحديدا بعد ما تنشاف القطعة أنت ما فيك ترجعي تصلحي بدك ترجعي تسكبي من أول وجديد كأنك عم تعملي لوحة جديدة تماما لأنه خلص ما بينشال هو أصلا وكمان الرسم ما بينكسر ولا بيتأثر بالحرارة فلازم ترجعي تعدي من أول وجديد أكيد ناجية كل شخص يدخل مجال معين ممكن يقولك في قدوة حق دخلت هذا المجال أو في ملهمين أيضا خلوا يحب هذا الشيء ويبدأ في العمل من هم ملهمين في هذا المجال أو كانوا قدوة حق الشجعون على دخول هذا العالم الحقيقة ملهمي الأول هو والدي البابا هو مهندس مدني وكمان فنان فنحنا عندنا قطعة مثلا بالبيت هو عاملة من 35 سنة يعني هي القطعة ما بتلاقيها بأي مكان تاني فهذا الشيء شجعني أنه أنا فوت بالفن لحتى أعمل قطعة كمان أنه ما رح تكون بموجودة بمكان تاني يعني أنا أي قطعة بعملها فورا لازم استنرأيه وشوف إذا هو عجبته خلاص عجبتني صحيح أيضا أستاذة ذكرت زينب في بداية حديثة فيه للكثير من الفنون إيجابيات وأيضا سلبيات وأنت اتطرقت إلى هذا الموضوع من خلال جوابك السابق ولكن كلمينا شو الصعوبات اللي ممكن تواجه الفنانين في هذا الفن بالشكل أخص نحن عارفين أنه هي من الممكن أن تكون صعبة في التطبيق تماما هلأ هو مثلا هذا الفن مثل ما قلت أنه هو جديد وكثير عالم حابين يتعلمه الفكرة أنه مثل ما حكيت أنه هو سعره مرتفع يعني أنت ما فيكي أنه تسبل شي تدريب فيه لازم تكوني كثير حاضرة فيديوهات كثير متعلمة لأنه كل قطعة أنت أنه كل زرية من الرزن أنت محسوبة عليك يعرفتي خصوصي إذا أنت كنتي في تمسام فيه مشروع بدك تعملي قطعة كثير فهو هذا الموضوع أنه أنت لازم تكوني فهما أنت كثير منيح وتعرفي شو الشغلات اللي بدك تعمليه فيه أكيد ناجية تخصصتش مغايرة عن هذا الموضوع اللي هي هندسة العمارة حابين نتعرف معاتش أكثر كيف هذه الدراسة أو هذا التخصص ساعدتش في هذا الفن وفي هذا العالم هندسة العمارة بتطلب منها أنه يكون عندك خيال يكون عندك صبر أهم شي ويكون عندك أنه تصور القطعة كيف ده تطلع فأبل ما أعمل أنا أي قطعة لازم أكون حاطة بالي أنا كيف حاطة بالي كيف بدي أعملها كيف الألوان بدي حطوهم شو الحجر بدي أستخدمه فهذا الشيء كثير فادني بالموضوع أيضا سادة ناجية في البداية أو في دراسات التصميم لما كنا ندرس التصميم كان يطلب مننا مثل ما نقول استبس عشان نوصل للشكل النهائي اللي احنا نتطلع إليه من واحدة من هاي المهارات اللي هي وجود السكتش قبل ما أن نحنا نصل إلى الشكل النهائي هل أولا موجودة هذه الاستب فيه الرزن أو إنه هي الموضوع ويقع على فكرة مثل ما نقول السكب فقط واللي يطلع من بعد هذه العملية لا أكيد هلأ هو ما رح تعملي سكتش مثل كأنه عم نرسم رسمة بس أنه بدي يكون أنت عندك تصور هلأ مثلا أنا وقت بدي حط الحجر على القطعة قبل ما أحط أي لون أو شيء أنا بشكل الحجر مثلا بصير بتخيل لأنه هون إذا كان هون عندي ألوان يعني كثير بغير مكان الحجر قبل ما أسكب أي شيء فجباري لازم يكون عندك تخيل لأنه مثل ما حكيت خلص متى ما نسكب الألوان أنت ما بقى في كده غيري فيهم أكيد ناجية شو هي بعض المهارات اللي يحتاجها الأشخاص للدخول في هذا المجال الرئيسي نفس ما إحنا شايفين أكيد محتاج إلى الإبداع وأيضا تحسين فيه نفس ما قلتي فيه بعض الصعوبات ويحتاج أيضا إلى وقته يعني ما في مجال لتصحيح الأخطاء وما في مجال للخطأ فشو هي أبرز المهارات أو الأساسيات اللي يحتاجها الأشخاص اللي يبدؤون في هذا المجال لازم يكون عنده مثلا تخيل يكون عنده صبر وأهم شيء الاستمرارية يعني أي شيء بدك أنت تدخلي لازم تضلي تعمليه مرة ومرتين ثلاثة لحتى تطلع معك النتيجة اللي ترديكي بالأخير أيضا ساذة ما أعرف لو كنت توافقيني حقيقة الرأي في هذا الموضوع ولكن لما نزور معارض الفن دائما ما إذا كنا ويتفاهمين الفن بطريقة كبيرة نعرف أن لكل فنان مثل ما نقول شخصية تظهر في الأعمال اللي يقدمها كل فنان له نظرة مختلفة للعالم تطبق على اللوحات اللي يرسمها فلو اطلعنا إلى فن تفي يوم من الأيام في أكبر المعارض المقامة كيف راح نعرف أن هذا الفن هو فن ناجية رمضان شو اللي ممكن من شخصيتك يكون موجود في هذه الفنون الألوان كتير بحب أنا حط ألوان وتكون مو فاتحة يعني هيك حط أحب أجمع ألوان مع بعضها والألوان والأحجار ستكون وهو اللون الأزرع صحيح كل لوحة موجود فيها الأحجار اللي موجودة الآن فعلا وكلها ألوان مميزة لكن الرسمة اللي تطلع في النهاية أو الشكل النهائي تكونين رسمت الله صورة من قبل ولا ممكن تطلع حسب التنسيق أو بدايات الشفي الرسم أو وضع وسكب الألوان هلأ أكيد أول شي أنا نكون راح رسمت الله في عقلي بس أكيد وقت تشتغل كثير شغلات تتغير أحيانا بالطبع غيرها كل يادة بس لتلك لازم على السريح لأنا في 45 دقيقة لازم تشتغلي أيضا أستاذة في وجودنا في بعض المعارض في الفنون دائما ما يستخدم الفنانين مثل ما نقول أغراض أخرى لتطبيق اللوحة في شفنا الكثير من الأون الأخيرة استخدام مثلا الرمال استخدام حتى القهوة والشاي في تطبيق بعض اللوحات في فن الرزن هل من الممكن أن نستخدم بعض هذه مثل الأشياء المختلفة ندخلها في هذا الفن أو أنه ممكن أن يشكل أو يفقد الفن رونقاء الأساسي لا لا بالعكس هلأ فيه شغلات بتدخل مع فن الرزن مثلا كثير الأساسي يدخلوا الورد الطبيعي معه فيك الدخلي مثل ما حكيت الأحجار فيك مثلا أنت تكوني رسمة رسمة ومبدك أنت تحتفظ فيها لأطول وقت ممكن وبدك بنفس الوقت تعطيه هذا المظهر الزجاجي فبتروح بتحطي عليه رزن أكيد لو قنالتش مثلا حابين أو تنقلين ثقافتش لي العالم من بلدة سوريا شو اللوحة اللي تحبي ترسمينها أو شو الثقافة المعينة هلأ الحقيقة رح تكون الورد الياسمين الاجبار رح تكون هيك الألوان أكتر على ترابية رح تكون مستوحى من دمشق أيضا سادة من الممكن زينب بعد ما ذكرت في بلاية حديثة أن التخصص الدراسي كان مختلف عن الفن اللي احنا نشوفه الآن ولكن أيضا في مثل ما نقول جانب تعليمي يجب أن عشان يسقل بس موهبة الفنان هل من الممكن توافقين الرأي هل الفنان يجب أن يكون فاهم في الفن ليس من الموهبة فقط وإنما من التطبيق مثل ما نقول الأكاديمي في الموضوع هلأ الحقيقة مو شرط يعني الفن بالذات بتحسي أنه هو بده ممارسة أو أنه يعني الخبرة العملية فيه أحسن من الخبرة العلمية أكيد بدك خبرة علمية بدك أنت تحضر كتير فيديوهات بدك تعرفي مشان أنه ما يروح تعبك على الفاضي كتير فيه تكنيكس أنت بتكونوا عم تعمليهم طريقة غلط بس خصوصي بالفن بالعكس يعني ممكن واحد من هو وصغره موهوب أكتر من حدا مثلا درسه لمدة أربع سنين أكيد أنا صفحت شوي عندش الصفحة في الانستجرام وأيضا كان فيه مقال وذكرتي في المقال أن قمت بطرح دورات لتدريب هذا الفن فن الريزن خبرين أكثر عن هاي الدورات وأيضا هاي الورشات هلأ أنا من وقت ما فتحت الصفحة كان كتير يجيني أسئلة إذا نبقى أنا بعمل دورات أو هيك فعملت دورة بالتعاون مع جرافيتيريزن ببعتي فيهم المشتركات أن التكنيكس اللي لازم يعملوها شو هو الفن يعني من الأساس كل الأشخاص اللي حابين يتعلموا بيقدروا ينضموا لهذه الدورة وأنه ممكن يوصلوا لمراحل متقدمة فيها صحيح بس لو تكلمين أستاذة أو شي كيف كان الإقبال على هذه مثل ما نقول الدورات اللي أنت قدمتها وأيضا كيف من الممكن أن نحن مشاهدتنا لبعض هذه الدورات اللي هي تكون مدتها جدا قصيرة في مواقع التواصل الاجتماعي نحن نستفيد منها لأنه حقيقة نحن عارفين أنه الفن يجب أنه يكون مثل ما نقول يترتب على مراحل وأيضا يترتب على سقل هذه الموهبة هلأ الدورة هي عم تكون مثلا لمدة ساعتين وأنا المتدربات اللي بدخلوا معي يعني بحكي لهم أنتو خلص أي سؤال أنتو بتكون يا أنا جاهزة ساعدكم فيه لأنه بتذكر بأعتبر حاليا أنا كيف بلشت بالبدايات بدي مثلا حدا يساعدني بدي أسأل حدا نفس الشي هنن فأول شيء أنه لازم أنه تركهم مجال للأسئلة أنه هنن يفتحوا وتاني شيء الحمد لله كان فيه إقبال كثير لأنه أنا عارض طلهم كل الشغل مثلا الفترات بحطهم بالسطوري أنه كيف الشغلات هي بتقدروا تعملوا وشو الشغلات اللي ما لازم تعملوها وكيف أنه أنتو ما تخسروا بالمادة اللي أنتو عملتوها أكيد ناجية ما بعد الريزن هل هناك فن معين حابة تتعلمي أو ممكن نشوفتش يعني في مجال آخر أيضا بخصوص الفلون لكن يكون شوية مغاير أو مختلف عن فن الريزن هلا إن شاء الله أنا بحب أدخل بمجال الخط العربي لأنه بعد ما تنشف قطعة الريزن كمان فيك تكتب عليها بالخط العربي فكتير حابة أتعلم حتى أمزج بين الفنين صحيح أيضا ذكرتي في الجواب السابق أن المواقع التواصل الاجتماعي كيف تطرحين فيها بعض المحاضرات حول هذا الموضوع نحن عارفين أن مواقع التواصل الاجتماعي لها مثل ما نقول تأثير جدا كبير على الجمهور خاصة في فترة الآن اللي كنا ملتزمين المنازل كلمين أكثر عن هذا الموضوع كيف وصلت مواقع التواصل الاجتماعي كل الفنون لطبقات الجمهور المختلفة هلأ مواقع التواصل الاجتماعي هلأ هي المساعد الأول يعني أنت كل شيء بدك تعمليه كل التسويق كيف بدك توصل أنت للعالم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني أنا عرفت كثير يعني من الأساس من وسائل التواصل الاجتماعي بهذا المجال أكيد نشوف معنا هنا في الستيديو ناجيا في بعض يعني اللوحات الصغيرة ممكن طبعا أكيد استخداماتها متعددة ومتنوعة يبين أكيد من شكلها وفي أيضا اللي كبار شو الفرق لما تبدين تسوي اللوحة كبيرة أو اللوحة صغيرة المجهود أو فرق الوقت وأيضا المواد المستخدمة أكيد هلأ في فرق بالمجهود بينهم الاثنين هلأ هو لتلك هو مجال كتير واسع يعني مثلا أنا الرزن مثلا ما بس أنا بسكبه بقوالب السيليكون في مثلا بعمله على قوالب خشب بس القوالب الخشب أنت بدك تفصل لي يعني أنا بفصل كيف الشكل اللي أنا بديه مثلا حتى قوالب السيليكون أنت فيك تصناعيه حتى تعملي أنت شكل ما أنا موجود يعني أنه فيه أولب سيليكون جاهزة فيك أنت كمان من نفس الوقت تشتغلي صحيح بس أستاذة نجيه كبداية لما نحاول أن ندخل في فنون مختلفة لو نختار فن الرزن كلمين عن الأشياء اللي يجب أن تكون فينا نتمتع فيها شخصيا بحيث أن نحن نقدر أن نبدع في هذا المجال هلأ لازم يكون الواحد عنده حب التعلم لازم يكون صبور لازم ينتبه لكثير تفاصيل فيه لأنه هو مثلا فيه عمليات حسابية فأنت مثلا إذا بتغلطي بنسب معينة إذا بتحطي مثلا اللون الزيادة ممكن ما تنشف معيك القطعة أبدا حتى بعد 24 ساعة فكثير مهم أن الواحد يكون صبور وكثير مهم أنه يكون حابب أصلا يتعلم الشي لأنه إذا هو مو حابب يعني ما رح تثبط معه القطعة أكيد شو النصائح في النهاية تقدميها للمشاهدين اللي حابين يدخلون في مثل هذا المجال أو هذا الفن أهم شيء أنه يقرأوا كثير عن الموضوع قبل ما يبلشوا شغل فيه ويعرفوا هنلا ليش بدون يشتغلوا هل هنلا بدون يعملوا قطعة مثلا لبيتهم أو هنلا بدون يعملوا مثلا مشروع تجاري وكمان الاستمرارية أهم شيء الاستمرارية إذا كان الواحد بدون يعمل فيه صحيح أستاذا نجيح حقيقة إحنا نود أن نشكر حقيقة على تواجدت اليوم معنا وعلى الفن الجميل نتمنى لك كل شكر حقيقة وأنا أبدأ أتشكركم على الاستضافة شكرا لكم ألا أفضل